بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هلا بالحلوين انا مفرقة طاب النهاردة هعمل معاكم ايس كريم بالكيوي البطيخ شايفين بقى الجمال حاجة كده باشا والطعم تحفى جدا جربيها وان شاء الله تعجبك سهل خالص ما فيش في اي تعقيد وبجد جميل جدا هعمل معاك بالمطة بتاعته الرهيبة الجميلة اللي انت شايفها ديا بجد تحفى قوي يلا بقى نبتدي ونخش في الخطوات على طول انا معي نص كيلو هنا من الكيوي مقشرة كده وحطها في الكبه كوب من الكريم شنطي طبعا انا بقى لكم هنا المقادير وبكتبها كمان في صندوق الوصف اللي مش عارف صندوق الوصف يضغط على تحت كده العنوان المزيد وهتلاقي صندوق الوصف تمام معلقة كبيرة بشكل هرمي لبن بودر وزبادية من صغيرة او معلقتين كبار بشكل هرمي من الزبادي وثلاث معلق كبار من العسل العسل هنا طبعا حسب الرغبة او يعني مش ثلاث معلق ربع كوب مثلا طبعا هنا انت تقدر تتحكمها كمية السكر اللي انت هتحطيها طبعا لو ما فيش عسل تقدر تستخدمي اللي هو السكر البودر تمام انا كده بخلطهم بقى كويس كده في الكبه شايفين بقى تدكي كده الوقتي مطة معايك خفيفة زي اللي ما تكون بتعميل كريمة كده انا طبعا لما حطيت الكريمة الكريم شنطية وحطيت اللبن اللون مفتح كده فحطيت عليه لون طعام اخدر عشان يديني اللون بتاعه شايفين تقلت معايا كده وبقت جميلة جدا هنقلها بقى في اي بولاك كده او اي حاجة عندي ادخلها الفليزر طبعا انا هحتفظ بقى الفليزر انا كده بشتغل فيها العصر تاني يوم مش هفتح اللي عليها لان انا كنت بفتحها كده بالليل كده واجه بصت عليها لقىها لسه مش متماسكة كل ما تفضل كمية يعني وقته اكتر في الفليزر بتديكي قوام طبعا اجمل قطعها كده بقى بستريتش بقى او باي كيس طبعا بكستليع كيس التلاجة وهنا بقى نص لتر من العصير البطيخ عملته كده وصفيته كويس جدا انا هحط علي بقى كباية كبيرة من الكريم شنطي اللي هي الميارية طبعا انا اسألت كتير على نوع الكريم شنطي اللي انا بشتغل به انا بشتغل اللي هو نص كريم شنطي ونص اللي هو الكريم بستري او تستخدم كريم شنطي اللي هو المتحدة جميل جدا في كده تلاقي ترى الدرجات لما تروح تشتريهم انا بجيبه سايد مش بجيبه جاهز بتبقى في يعني ببقى في اسعار انا بجيب اعلى حاجة يعني الاخر حاجة انا جايبة يعني مية وعشرين تقريبا بس لما بتسألي يعني انا بجيب نوع المتحدة برضو جميل جدا تمام انا هنا كده حطيت كوب كريم شنطي من الكبير وحطيت نص كوب كده من اللبن البودر وحطيت علبة من الزبادي وحطيت ربع من العسل الابيض طبعا السكر تقدر تحكم براحتك شفت بقى الكبه عملت معي ايه عايزة قالك انت تستخدمي الخلط على طول من الاول طبعا لو انت مش عندك عسل ابيض متوفر تقدر تستخدمي اللي هو السكر الابيض صفتها انا كده في البولة كده اصبتها في البولة واعينها طبعا في الفليزر مع التانية وهفتح عليها بها لما تيجي ما تخلص تبقى متماسكة معي انا كده تاني يوم زي ما قلت لكم كان تقريبا كنت ساعة واحدة بما ساقا او اتنين كان الجو حر جدا كنا بقى عايزين حاجة كده تفرفش الجو كده شوية عايز اقول لك البجد كانت خطيرة جدا ده كده البطيخ انا معي بقى شكلة شبس هي هزينها كده بها كده او يعني ناتي اديها شكل كده زي البطيخ كده شايفين بقى الجمال تحفى جدا عايز اقول لك اللي بالكيوي كمان كان بجد خطير من غير بقى جيلاتين من غير اي حاجة مططية وجميلة جدا وكريمية كمان حاجة بجد تحفى جدا يلا بقى كمان نبتدي اللي بالكيوي اللي بالكيوي طبعا انت لو مش عندك اللي هي اللي بتادي اللي هي الشكل كوردين طبعا عادي خالص كنون تقدارت تستخدم كوبية اللي هي بتاعي الصغيرة اللي خالص دين بالكيوي المعيارية او اللي هي المعيارية الكبيرة شوية اللي هي اللي هي يعني كبيرة. مش الصغيرة. شايفين بقى الجمال? حاجة كده باشا. تحفى جدا بجد تجهر بيها وان شاء الله هتعجبك. انا كده قدمتها لها كده في كسات. وعملت برضو كده اللي هي البسكوتات الامر اللي انت شافها ديا. ممكن تقدمها باقتر من طريقة طبعا الاطفال بيتبسطوا كده بالبسكوتات ديا لما كنت عاملها بالبيت. يعني بينبهروا بيها. فحبيتها فرحهم كده واشتريت اللي هي البسكوتات ديا من عند بتاع الايس كريم. بيديك طبعا مش بيقولك لا ولا اي حاجة. شايفين بقى المطة بتاعتها الجميلة جدا دي. بجد تحفة قوي. حبيتها جدا. كانت بالكيوي كانت اكتر حاجة كانت عجباني. يمكن عشان انا بحب الكيوي اكتر حاجة. شايفين بقى البطخ وجماله. بجد تحفة جدا. جربوا الطريقة وان شاء الله تعجبت. كنت معكم فرح خطاب. يارب بتكون الطريقة بتاع تعجبتكم. تسيش بقى تدعميني بلايك وشيري الفيديو مع اصحابك. سلام عليكم.